السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم قناة حلوية للسعيدة فهذا الفيديو سنقدم لكم ان شاء الله كيكة بالصفاح والكراميل لك الجلديدة بزاف وارطبا ومعلكة في نفس الوقت وتستحق تجريبة كتجي رائعة القودة بمع المقادير وطريقة التحضير فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله كنجيب هذا الإناء وكندير فيه ثلاثة البيضات يكونوا متوسطا الحجم صاشية الفاني وكأس ما يكونش عمر السكر سانيدة كأس ديال العنبة باش كنعبر وكنخلطهم مع بعضياتهم حتى كالدب ليه السكر سانيدة نهائيا ما يبقاش بين السكر سانيدة حتى كالدب مزيان عاد كان بدان زيد مكونات الخرين وتقدروا ترميوا كل شي في مرة وتطربوا في الطرق الكهربائي كنزيد هنا كأس معامرش ديال الحليب ومع القاس صغيرة ديال الخل وكنخلطهم مزيان حتى كينساجموا كنعود نطربهم شوية على هالطريقة هذي كما كتلاحظو حتى كتطلع هذيك البيضية ديال الخالط كتشوفو هذيك الكشكوشة طلعة عاد كان قنزيد دقيق عندي هنا يجوج كيسان عمرين زيان كندير هنا الكأس اللول ونخلطهم زيان عاد كان دير الكأس الثاني وندير مع الخميرات ديال الحلويات ندي جوج خميرات هنا ايا ما يعادل اربعتاش القرام كنخلي الخميرة هي التالية هو بادا وسير باش كتنجح الكيكا دايما نخصكم تخلي الخميرة ديال الحلويات هي الاخيرة في التالي ديال الكيكا وكذب قوة تخليطهم زيان كنخلط هنا يا الخليطة ديالي مزيان كنحاول ننطربه بسرعة على هذي الطريقة هذي سوف يستكيرج على هذي القوام هذي وكنجيب واحد الاناء وكنفرش بورقة طاهي كنقطعو دائرة وكندير الكاراميل على هالطريقة هذي كندير فوق الكاراميل كنحاول نساويهم زيان هذي الكاراميل هذا هو اللي كنت وجدت معاكم واحد الفيديو سابق شحال هذي سوف يحتكي تقدم زيان كنحاول نساويه بالملاقة والظهر ديال المعلقة على هالطريقة هذي كما كتلاحظو سوف هنا كنقطع تفاح على شرائح وكنحاول نقدم زيان كنستف وحده حده وحده على شكل دائري على هالطريقة هذي كما كتلاحظو حتى كنعمر فوق الكاراميل كله كيبقى شيبان بزاف صافح تكن سادي تفاح ديالي كله لها الطريقة هذي وكنخويه الخالط فوق هاد تفاح كنحاول نخويه غير بشوية 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 بشكي يجي مساوي وكنكون في هاد اللحظة شعلنا الفران غير من اللي تحت كنديرو نشعلوه لتحت ديال الكيكا صافي وكندخلوها الفران حتى كتلاح طيب ونتلاقي معاكم ان شاء الله هنا هي طبق الكيكا ديالنا وهنتم ما كتشوفو كيكا تجي كتجي مفش فشا وارطبة هذي نقلبها في هاد الايناء وهنتم ما كتشوفو كيكا تجي كتحيد بسرعة كنحيد له هاد الورق وهذي تشوف التعليكة ديال هاكي دايرة ها صراحة كتجي رائعة وكتجي لديدة بزاف وهنتم ما كتشوفو كيكا تجي هدا هو الشكل النهائي ديالها ها كتشوفو كيكا تجي لديدة بشوية ديال لوس في جنب ديالها وكيبقى هاد الشي كتزين تقدروا تقدموها غير هاكي كبلا ما تزينوها وكتشوفو كيكا تجي لديدة بشوية ديالها وكتشوفو كيكا تجي لديدة بشوية ديالها وهذا هو الشكل النهائي كنسحكم انكم تجربوها ها را كتجي لديدة بزاف وما تسخفش تحيدو عن فمكم دا بغضي نقطعها معاكم وتشوفو كيكا تجي من الداخل وهانتم ما كتشوفو التعليكة ديالها را كتجي رائعة كتجي مع الكامل الداخل ومن بره كتجي لديدة بزاف صحة والراحة بامان الله اشتركوا في القناة